رائحته تتسلل لأنفك رغما عنك ولن تجد حلا سوى خطوات ثابتة نحوه إنها حكاية شواء أبد أن تسقط من قاموس الأكلات الشهيرة لأربعين سنة في داخل هذا المطعم المحتشم حطى العديد من المسؤولين وكبار الفنانين وحتى نجوم الكرة لأن عند عميكاي تسقط كل النجاشين والرتب من زار رأس الوادي بولاية برج بعريريج ولم يأكل من شواء كاي فقد ظلم نفسه مقولة تتأكد من صحتها إذا داعبت شفتيك قطع من اللحم أو الكبد أو حتى أجزاء من الكلة فعند الشواء كاي يجد كل زبون ملاذه سيكاي مفخرة المدينة في الشواء وهو من أبسط للمواطنين عندنا ماكلتوا فيها سحر الحمد لله الحالة لكل بنينا ماذا بينا؟ شواء تأكي والله أغلاء ما شاء الله ما شاء الله هو كين الأحباب صحيح يصعب عليك ظفر بمكان هنا وإن كان لك ذلك فوجب عليك أن تنتظر حصتك من مشابك الشواء وفي حين ذلك أيضا تستطيع أن تتناول المقبلات من لحميس ولواحقة قد تتلذذ بالشواء أينما حللت ولكن هاته الزوية ستسحرك حتما وتأخذك إلى بعيد بين اللذة والمتعة ليبقى الشويكاي أبرز معالم المنطقة بعد العلامة البشير الإبراهيمية شكرا